مرحب مرحب جاهلات اهلا اهلا كيف الحاج قد غدى و اليك اشتقنا وانتو كمان وحشتوني قوي من الفيديو اللي فات وعدتوك ان انا نزل لكم الفيديو بتاع الكوشن اللي هي التكات او التربيعات يعني عملت كوشن لنفسي بقى بسعر رخيص جدا في البيت ومش بس كده ونزلت جابت الكمان القماش الفارق اللي مجنن الدنيا اليومين اللي فاتوا دول واسعارهم والعنار تلاتة بس مية وخمسين جنيه اللي هما صغيرين لأ انا جبت بقى تنين مت ودلعت الصالون بتاعي كله ودلعت الشقة كلها بيه فرشت بقى الصالون زي ما انتم شفتوا كده في الفيديو اللي فات واللي ما شافش هنزلوله في صندوق الوصف كمان في التعليقه اذن الله هيزهر معاكم اخير الفيديو للامانة بجد الفيديو ظالم القماش الفرودة بجد طحفة حلوة قوي في البيت شكله رائع وكمان عملنا التكات الحلوة دي اتمنى تشوفوا الفيديو اللي فات وتقولولي ايه رأيكم كان حالي الانتريق او الصالون بتاعي بالمنظر ده كنت بحط المفارش العادية بس كنت متضايقة منه والبهدل زي ما انا قلت قبل كده ان ولادي كانوا بيعودوا عليهم بهدلين وخالص حبيت بقى ادلعه وعمل له كوشن بقى الجديد الحاجات اللي طالع على الموضة لان كل التكاتل والتربعات اللي موجودة عليه تقريبا بازت من قطر الاعادة عليه حبيت ادلع نفسي بقى ولادي في رمضان زي ما انتم شايفين وجبت العسليات دي جبت الحاجات الحلوة دي حسستني باجواء رمضان وكمان ولادي فرحوا بيها اوي وانا ذات نفسي كل ما بطلع واشوف الحاجة مفروشة كده بفرح اوي ربنا يفرحنا كلنا اتمنى تشجعوني باشتراكوا لايك واتنوروني كمان على قناة تانية احطها لكم في صندوق الوصف وكمان في التعليقات حبيب قلبي انا جبت اتنين متر زي ما انتم شايفين كده المتر العرض عرضين تقريبا المتر عامل متين وعشرين جنيه بجد دلعت بيها الشقة كلها الاتنين متر دول والتكات الحلوة دي اه جبت لها بقى فيبر بقى كسين بخمسة وعشرين جنيه كيس يعني بخمسين جنيه هنا بقى جبت بقيت قماش الفر واللي انا فضلته من الفرش الصالون زي ما انا قلت لكم قبل كده وطبعا كنت قصها على قد بقى التربيع طبع معي الفضلين ايه تربيعتين او خد ديتين او اتنين كوشا بجد طلعوا طحفة انا عايز اقول لكم كل ما بعدي بشوفهم كده بجد بيصروا قلبي شكلهم حلو قوي كنت ما بعدي على اي محل بشوفهم قدام مني اه اتمنى ان انا اي اعمل زي هم او كنت اجيب الانتري بتاعي زيهم بس الحمد لله دايما بحاول اعمل اللي انا عايزاء او اللي انا نفسي فيه بحاول اسعد اسعد نفسي باي طريقة المهم زي ما انتو شايفين كده هتبتوا الابرة زي ما انتو شايفين تدوها غرزتين تلاتة من الجنب على حسب بقى ايه انتو حيزها كبيرة صغيرة هتبتدي بقى تقصيها وتديها غرزتين تلاتة من الجنب وبعدين تمشي زي ما انتو شايفة كده هتسيب سنتي او اتنين سنتي عشان بس الخياطة ما تفلتش مننا وهنعملها بالطريقة دي وهندخل الفرو كل الجوه وهنخيطها على القلب ايوه هنخيطها على القلب وهنبتدي ندي غرز بسيطة اكنها زي ما كانة كده ونيجي عنده كل حرف بنخلصه ونديها تلات غرزات كده هو او اربعة بنتبتها يعني عشان ما تفكش مننا وبعد كده بنلف ونعمل الجنب اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده طب نعمل التكاية قد ايه سوبر ماما على حسب ما انتو بتشوفيها في المحلات انا عايزة اقول لكم انا اسمت الفرو على حسب الصالون بتاعي وعملت كمان واحد لمفرش الانتري زي ما انتو شايفين او الصالون دول بقى الابيض قلت انا كان نفسي اعملهم ابيض زي ما انا بشوفهم بقى في المحلات بجد الابيض بيفرق اوي بينطق قصتهم بقى على قدهم وهتشوفوهم كمان زي ما تشوفتوهم في الاول وهتشوفوهم كمان في الاخر يعني طلوعوا مزبوطين بالزبط على قد بقى ايه ما انا شفتوهم برا وكان نفسي فيهم وانا قد اصدق قصهم بالمنظر اللي انتو شفتوه ده ايه في الاول هتبتدي برضو كتاني حبيبي تقلبي ده اخدي الجنب اللي بعده واللي بعده واللي بعده لحد ما تخلصي ايه التلاتة اربع هيفضل معيك الربع الاخير هقولك بقى تشتغلي ازاي بجد بتفرق معنا اوي في البيت حاجات بسيطة بنعملها بس ممكن تغير شكل بيتنا وبتغير حياتنا وبتدينا طاقة ايجابية ايه طاقة ايجابية دي سوبر مام او طبعا انت عارفة انت ما بتغيري قط النوم او بتفرشي فرشة جديدة او بتحط سجادة جديدة او بتغيري السيطير او لما بتنظفي في العيد كل ده بيدي طاقة ايجابية عايز اقول لكم ضمن الحاجات الحلوة ان انت ممكن تسيق شقيتك بالملح بتمنع عنك الحسد والشر وحاجات كتيرة كده وتديك بجد طاقة ايجابية هي وايه ومية الورد كمان انا احيانا بقى بسيق شقتي بالمنظر ده زي ما انتو شايفين انا هنا بقى خلصت خيطتها اخياطة عادية وبعد ما خيطتها اخياطة عادية بقيت اجيبها من فوق لتحت كده اكني بسرفلها وبمشي ايه ببطء شوية بس انا طبعا بسرع الفيديو عشان ما يبقاش طويل عليكم عشان عارف ان انتو بتزهقوا جيبيها من فوق من فوق لتحت الفوق لتحت زي ما انتو شايفين كده لحد ما تخلصي الجوانب كلها انا كنت خيطتها ورجعت بقى عدت عليها ايه زي السرفلة كده برضو زيادة تأكيد ان ايه الكوشن مايتفكش منكو او الخدادية او التربيع عشان في ناس مش فاهم معنية الكوشن ده انا عن نفسي لسه عارفها وانا بعمل الفيديو ان هو اسم كوشن قابلها يعني لما جبت حد يعمل لي الستير وقال لي لو عايزة كوشن انا هعملولك بكزا وكزا وكزا قلت لأ الميزانية ما تسمحش بقى كنت لسه مغضبة وعملة الستير ناس اللي متابعاني من الاول يعني المصاريف كانت يا ما قوي علي الفترة اللي فاتت قلت لأ انا بقى هنزل ادلع نفسي بالفلوس اللي انا بقى محوشها من مصروف البيت مش هقول لي جوزي هات فلوس معقول يا سوبر ماما اه طبعا كل الستات كده بتكنس حاجة على جنب المصروف البيت انا خدت بقى ايه الفاضل الربع اللي فاضل ده وعدت خياته بالروحة كده ودايما تطلعي الشعر البرة علشان ايه ما يلفش معك وانتي بتخياتي خياتي قد ايه يا سوبر ماما خياتي نصها وبتديت بقى حقيت الفايبر فكته من بعد كده وكنشته شوية كده عشان ايه ينفخ معي ويبقى حل وما يبقاش ايه آآ لازق في بقى حطيت بقى ايه زي ما انتو شايفين كده ما لدي ودي وهبتدي بقى اخياتها خيات النص اللي اول برضو مقلوب وبعد كده هبتدي بقى اخيات ايه زي ما انتو شايفين هاخدها بقى واحدة واحدة كده وهفضل رايحها شمال يمين شمال يمين شمال يمين لحد ما خلصها ما تخياتهاش من فوق لتحت زي السرفلة لان السرفلة دي هتاخد الخيط معاك ومش هتبقى حلوة زي ما انتو شايفين والله كنفسي بتقلقوا الفيديو بس انا عارفة ان في ناس كتير ما بتحيبش الفيديوات الطويلة طبعا كلكم شطرين خمسة عليك الله اكبر هتجيبي من جوة كده واحدة شمال واحدة يمين وتبتدي بقى تقفليها كلها زي ما انتو شايفة الخياطة مش باينة معايا تماما اكنها كده متخيطة بجد على مكانة بنتي قلت لي مشاه الله مام والله انت جدع يا مام بتعرفي تبتكري وبتقدر يتطلع من اي حاجة اي حاجة انت عايزها بتقدر تعمليها على فكرة الموضوع ده وراسها مامتي كده وكمان اخواتي شطرين زي كده ما شاء الله علينا الله اكبر ايه خمسة علينا وخمسة عليكو واردو كنل انتو لسا متعبعيني لحد الوقتي بحبكو اوي 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 ربنا يسعدكو كلكو يلا حط لايكو الاشتراك عشان تفرحوني بصوا بقى العسل ده بجد ولا تقوليه بقى خياط ولا ترزي ولا خياطة ولا اي حاجة سوبر ماما عملتها باديها بجد الشعر بتاعه شكله حلو اوي عايز اقولكو القماشة بتاعته بجد طلع التحفة احلم ان انا بشوفها في المحل بسم الله ما شاء الله بشوفها القماشة خفيفة وكمان عملين لها بطانة هو منه فيه بطانطب نفسه بجد تقيل وحلو اوي لو رحت اشتريتي من اي محل مش هيدهولك كده التلاتة ومش هيكفي معاكي بس لو رحت جبتي زي ما انا قلتلك متر او مترين حتدلعي بيه الشقة كلها وممكن كمان تعملي بقى للسراحة وقط النوم وعلى فكرة بيتعمل كمان للسرير وللارض تحفة يعني ممكن تجيبي حتة وتعملي لها بطانة وتحطيها كسجدة في الارض بجد تحفة اوي اوي وممكن تعملي منه مفرش صفرة وممكن تعملي منه حاجات كتيرة اوي بقى او تكتل السرير جوه خدديات او اي حاجة نفسكو فيها اتمنى يكون عجبكو الفكرة وتشجعوني بشتركوا لايك امانة عليكم ما تنسوا تفعالوا الجرس